رجل شقي لا يعرف في حياته سوى التنقل بين المقاهي والجلوس مع أصدقائه ليتحدث معهم عن أمور تافهة أو الخوض في أعراض الناس ولا يهتم بأذان المؤذن الذي يخبره بأن صلاة ستقام ورغم أن عمره اقترب من الأربعين إلا أنه لم يتزوج لعدم قدرته على تحمل المسئولية وفي أحد الأيام وأثناء جلوسه بالمقهى وجد رجلا كفيفا يجلس بجوار شاب كان الشاب قد وجد هذا الكفيف قد تعب وهو يمشي في الطريق فأخذه ليستريح بعض الوقت ثم يكمل طريقة وبعد قليل تركه الشاب ليشتري له بعض الطعام ولم يشعر الكفيف بمغادرة الشاب وإذا بالرجل الشقي يسمع الكفيف يتحدث إلى الشاب قائلا أشكرك يا أخي ونصيحتي لك أن لا تضيع وقتك بالجلوس على المقاهي حتى لا يؤذيك الدخان ولا تلهيك عن صلاتك وعمل الخير فالأعمال قصيرة وعلينا الاستفادة من كل دقيقة في طاعة الله عز وجل غضب الرجل وظن أن الكفيف يبصر ويقصده هو بالكلام خاصة أنه لا أحد يجلس بجانبه وعندما قرر الكفيف مغادرة المكان وضع هذا الرجل الشقي قدمه في طريق الكفيف ليتأكد إن كان يبصر أم لا ولكن الكفيف سقط على البلاط وأصيب رأسه ونزف الدم منه وراح في غيبوبة فأسرع الجالسون بعلاج جرحه ثم أخذوه إلى المستشفى ولا يعلم أحد أن الرجل الشقي هو من أوقعه متعمداً وفي اليوم الثاني وأثناء جلوس الرجل الشقي بالمقهى أخبره صديقه أن الرجل الكفيف الذي سقط أمام المقهى بالأمس قد مات وأن له زوجة وطفلين أحدهما كفيف والآخر يبصر فنزل هذا الخبر على الرجل كالصاعقة ولأول مرة يشعر بأحد ويبكي وترك المقهى في حزن شديد توصل الرجل إلى عنوان بيت الكفيف وفي أحد الأيام أخذ مبلغاً من المال وذهب إلى أسرة الكفيف وأثناء انتظاره زوجة الكفيف ليعطيها المبلغ سامع الإذن الكفيف يقول لأمه لا تحزن يا أمي فأبي في الجنة إن شاء الله فهو لم يفعل إلا كل خير طوال حياته وإن كان على مصروف البيت فقد حفظت بمساعدة أبي القرآن كاملاً وسوف أحصل على مكافأة كبيرة هذا الأسبوع وسوف أعمل أي عمل أستطيع القيام به ولن تحتاجي لأحد بك الرجل وهو يستمع للطفل الذي لا يزيد عمره عن عشرة أعوام وأثناء ذلك جاءت الزوجة فغاساها الرجل وأعطاها المبلغ وقال لها هذا المبلغ كان لزوجك عندي من زمن وكنت مسافراً وعندما عدت وعلمت بموته حزنت كثيراً وها أنا أرد ما علي من دين وإن شاء الله سأتكفل بكم حتى وفاتي فلا تحملي همّاً أخذت الزوجة المال لأنها كانت تحتاج إليه كثيراً ولم تهتم إن كان الرجل صادقاً في كلامه أم أعطاها المبلغ كصدقة تغير الرجل تماماً بعد هذا الموقف فأصبح يصلي كل الفروض في المسجد وبدأ يعتذر لكل من أخطأ في حقه وقضى كل أوقاته بين العمل وقراءة القرآن وما بين الحين والآخر كان يتصل بالزوجة ليقضي لها احتياجاتها وبعد ستة أشهر ذهب إليها وسلم على ولدها الأكبر ثم عرض عليها الزواج لتكون هي وطفلاها في رعايته وليكفر عن خطأه في حق زوجها الكفيف وظل يقنعها حتى استطاع ذلك ومنذ ذلك اليوم والرجل أصبح أباً للطفلين تماماً وزوجاً مخلصاً لزوجته كل ما يسعده هو قضاء حوائجهم وإسعادهم وكم أصبحت حياته هو أيضاً سعيدة خاصة عندما يحفظ جزءاً من القرآن حتى أتم القرآن كاملاً ودع الله أن يغفر له كل ما تقدم من ذنبه وتأخر ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفوراً رحيماً ومن يكسب إثماً فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليماً حكيماً ومن يكسب خطيئة أو إثماً ثم يرمي به بريئاً فقد احتمل بهتاناً وإثماً مبيناً في عام 1990 ولد الطفل الأمريكي أليكزاندر لأبوين مسيحيين وقررت أمه منذ البداية أن تتركه ليختار دينه بنفسه فعندما بلغ عمره ست سنوات أحضرت له كتباً دينية في شتى الأديان وبعد قراءة متفحصة أعلن إسلامه وعمره ثماني سنوات بل وتعلم كل شيء عن أركان الإسلام والإيمان كما حافظ كثيراً من القرآن الكريم وعرف الكثير من الأحكام الشرعية دون أن يلتقي بمسلم واحد وسمى نفسه محمد عبد الله تيمناً باسم النبي صلى الله عليه وسلم والذي طالما أحبه استضافته أحد القنوات الإسلامية وكان بصحبة والدته وكان مقدم البرامج يستعد لإلقاء الأسئلة على الصغير ولكنه فوجئ بمحمد هو الذي يسأله كيف يمكنني أداء الحج والعمره؟ هل الرحلة مكلفة؟ من أين أشتري ملابس الإحرام؟ وعده المذيع بالإجابة على أسئلته بعد انتهاء الحلقة مباشرة وأثناء اللقاء علم المذيع من المسلم الصغير أنه كان مشهوراً في مدرسته فحينما كان يأتي موعد الصلاة كان يقف وحده ويؤذن ثم يقيم الصلاة وحده فسأله المذيع هل قابلتك مشاكل أو مضايقات في ذلك؟ فأجاب بحسرة في بعض الأحيان كانت تفوتني بعض الصلوات بسبب عدم معرفة بالأوقات ثم سأله ما الذي جذبك إلى الإسلام؟ فأجاب كل الأسئلة التي كانت تدور في عقلي وتتعبني لم أجد إجابة مقنعة ومفصلة لها إلا في الإسلام ووجدت أنني كلما قرأت عنه أكثر أحببته أكثر كما أن وصف الله عند المسلمين أبهرني وجعلني أختار الإسلام سأله المذيع ما هي أمنياتك؟ فأجابه الصغير في لهفة لدي أمنيتان الأولى أن أصبح كاتبا أو مصورا لأنقل الصورة الصحيحة عن المسلمين تؤلمني كثيرا أفلام أمريكا القدرة التي تشوه صورة حبيب محمد صلى الله عليه وسلم والثانية أتمنى أن أذهب إلى مكة المكرمة وأقبل الحجر الأسود هنا تدخلت أمه المسيحية قائلة تمتلئ حجرته في منزلنا بصور كعبة المسلمين ولقد ادخر من مصروفه الأسبوعي ثلاثمائة دولار ليزورها ويعتقد الناس أن ما يفعله محمد هو نوع من المغامرة ولكن ولدي لديه إيمان حقيقي لا يشعر به الآخرون ثم سأله المذيع هل صمت رمضان؟ فأجاب محمد نعم صمت العام الماضي وتحداني والدي بأنني لن أستطيع ولكنه ذهل عندما فعلت ذلك سأله المذيع هل تأكل مع والديك لحم الخنزير؟ فأجاب الخنزير حيوان قذر جدا أنا لا أكله ولا أعرف كيف يأكله الناس سأله المذيع هل تصلي في المدرسة؟ فأجاب نعم وقد اكتشفت مكانا سريا في المكتبة أصلي فيه كل يوم وأثناء الحديث حان وقت صلاة المغرب فنظر محمد إلى المذيع قائلا هل تسمح لي بالأذان؟ ثم قام وأذن في الوقت الذي غرورقت فيه عين المذيع والعاملين بالدموع وبعد صلاة المغرب فاجأ المذيع محمدا بتسليمه دعوة مجانية مفتوحة للحج والعمرة في العام الذي يناسبه فبكى من فرحته بالمفاجأة التي حلم بها وتمناها كثيرا يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهلوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير أب لديه أربع بنات عمل وزوجته على تربيتهن أفضل تربية إلا أن زوجته توفيت وعمر أصغر بناته سبعة أعوام أما الكبرى فكان عمرها أربعة عشر عاما رفض الأب الزواج بعد وفاة زوجته وجعل كل وقته لفروض ربه ثم الاهتمام ببناته وقد ساعدته ابنته الكبرى في ذلك وقمت بدور الأم لأخواتها وبعد عشرة أعوام تقدم ثلاثة من الشباب لخطبة بناته فأراد الأب أن يزوج الكبيرة ثم التي تليها ثم التي تليها ولكن الإبنة الكبرى رفضت الزواج لأنها أرادت أن تهتم بوالدها وتخدمه خاصة بعدما كبر سنه وأصبح المرض يلازمه كثيرا فزوج الأب أخواتها الثلاث وجلست البنت الكبرى تهتم بوالدها وتعتني به حتى مات وبعد وفاة الأب فتحوا وصيته فواجدوه قد كتب فيها لا تقسموا أو تبيعوا البيت حتى تتزوج أختكم الكبرى التي ضحت بسعادتها من أجل سعادتكم ولكن الأخوات الثلاث رفضنا الوصية وأردنا أن يبيعنا البيت لتأخذ كل واحدة منهن نصيبها من الميراث دون مراعاة أين ستذهب أختهن الكبرى التي ليس لها مأوى أو أحد سوى الله عز وجل عرضت الأخوات الثلاث البيت للبيع وتقدم شاب ثري لشرائه وعندما أحست الأخت الكبرى أنه لا مفر من بيع البيت وتقسيم ثمنه اتصلت بمن يريد شراء البيت وقصت عليه قصة وصية والدها وبأنها ليس لها إلا هذا البيت يؤويها وعليه أن يصبر عليها ويتركها في بيت أبيها بضعة أشهر حتى تجد لها مكانا مناسبا تعيش فيه وافق الشاب المشتري وقال حسنا لا عليك لن أستنم البيت إلا أن تخبرينني بأنك قد وجدت مكانا مناسبا لك ولو دام وجودك داخله أعواما كثيرة ثم دفع المشتري ثمن البيت وتم تقسيمه بين الأخوات الأربع وذهبت كل واحدة من الأخوات الثلاث إلى بيت زوجها وهي في غاية السعادة ابتسمت الأخت الكبرى التي كانت مؤمنة بأن الله لن يضيعها لأنها لازمت مصاحبة والدها وعاشت في خدمته ودعت لأخواتها الثلاث بالتوفيق وفي أحد الأيام تلقت الأخت الكبرى اتصالا من الشاب الذي اشترى البيت فخافت وظنت أنه عاد عن اتفاقه ووعده لها وأنه سيطردها من البيت فقال لها مبتسما لقد وهابت هذا البيت مهرا لك إن شئت قبلت أن أكون لك زوجا لم أحلم بزوجة لي أفضل منك ومن أخلاقك واعلمي أنك مهما فعلت من خير فلن يضيع الله أجرك فكيف ببرك لوالديك بكت الأخت الكبرى وعلمت أن الله لا يضيع عمل المحسنين ووافقت على الزواج من ذلك الشاب الثري وعاشت في سعادة تامة داخل بيت أبيها ومع زوج كريم ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون